رسمياً دخلت البلاد أجواء الانتخابات وأول غيفها فتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض المعركة الانتخابية في السادس من أيار المقبل في مبنى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أنجزت كافة الاستعدادات وبدأ تقديم طلبات الترشيح أو الاستفسار عنها اليوم خمس جبات افتتحنا الترشيح ساعة 8 الصباح بيستمر أثناء الدوام الرسمي لساعة 3.5 لحد هلأ تقدم شخصين قبل شوي كانوا شخص واحد واحد عن دائرة الشمال الثانية وهلأ عن بيروت الثانية سيد فؤاد المغزومي وعننا هلأ نحن لستة أدار لساعة 12 بالليل بيخلص فترة الترشيح الفردي بيرجع عنا من سبعة أدار لواحدة وعشرين أدار بيخلص فترة الرجوع عن الترشيح بيرجع عنا من 22 أدار لستة وعشرين أدار بدون ينضوه المرشحين بلواقح كل شخص مرشح فردي ما بينضوه بلائحة فساعتها بيسكت ترشيحه مبدئيا كله ممتاز والإدارة جاهزة جديد بالموضوع هو اللي بدون ينضوه بلائحة آخر خمسة أيام وكل مرشح ما بينضوه بلائحة ساعتها بدون يسكت ترشيحه تزامنا وجه وزير الداخلية والبلديات نهد المشنوق كلمة قال فيها إن العملية الانتخابية ستكون مميزة إذ أنها ليست كسابقاتها في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ أعلان دولة لبنان الكبير وأضاف هذا الاستحقاق يأتي ليس فقط بعد انتظام دام تسع سنوات ووضع حدا لأكثر من تمديد بل الأهم أنه جزء من عملية تحديث وتطوير لا سابقة لها ويتميز بأكثر من عنصر تغييري جدي وتابع الأهم أن الانتخابات ستجي في مواعيدها وأن هذا الالتزام ثابت وأكيد ولا رجوع عنه وبالتالي فإن لبنان بات على السكة الصحيحة ديمقراطيا وتمنى المشنوق للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل كما دعاها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحا واقتراعا ترجمة نانسي قنقر